اشتركوا في القناة وهذا ذكر العدد في نصوص الكتاب والسنة ينقسم إلى قسمين الأول أن يكون هذا العدد محدد يعني له مفهوم فهذا لا يزاد عليه وأحيانا يأتي العدد وهو غير محدد ليس له مفهوم يعني يزاد عليه كيف نعرف أن هذا العدد له مفهوم أو ليس له مفهوم ننظر في بقية الأدلة من الكتاب والسنة وجد لما يزيد على هذا العدد أصبح العدد ليس له مفهوم وإن لم نجد أصبح العدد له مفهوم لا يزاد عليه أركان الإسلام الإيمان الإحسان أبواب الجنة مثلا هذا له مفهوم لأنه لم نجد في نصوص الكتاب والسنة من يزيد على أركان الإسلام الخمسة إذن هذا له مفهوم لكن مثلا العشر مبشرين بالجنة وجدنا من بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة غير هؤلاء العشرة ثابت ابن قيس ابن شماس أمهات المؤمنين روان الله على الصحابة أشبعين مثلا قال اشتنبوا السبع الموبقات وجدنا في نصوص الكتاب والسنة موبقات غير هذه السبع مثل عقوق الوالدين إذن هنا العدد ليس له مفهوم خمس من الفطرة في بعض الأحاديث أكثر من خمس طب لماذا هنا العدد ليس له مفهوم يزاد عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عشر مبشرين بالجنة اشتنبوا السبع الموبقات خمس من الفطرة يقول هذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لأن هذا الآن عندما يجلسون في المجلس أقول احفظ اليوم خمس فوائد لهذا الحديث وهذا لا يعني أن الفوائد مقتصرة على خمسة لا أكثر فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد من الصحابة رضو الله عنه أن يحفظوا في هذا المجلس عشر مبشرين بالجنة سبع موبقات حتى إذا خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم استطاعوا أن يستحذروا هذه السبع فذكر العدد إذا كان ليس له مفهوم هذا من حسن التعليم سار على هذا الإمام محد أو مجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى قال الأصول الستة نواقض الإسلام العشرة النواقض ليست بعشرة أكثر نعم وهو ذكر هذا أصلا في النواقض إذن أراد هنا أن تضبط أصول ستة وهي أكثر من ستة فهم ليس له مفهوم لكن هو قال أن هذه الأصول من أهم الأصول عندنا الأصل الأول نعم الإخلاص وضد الإخلاص الشرك بضدها تتبين الأشياء إذن الأصل الأول أن تخلص الدين لله سبحانه وتعالى فلا تقبل أي عبادة إلا بالإخلاص والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم والشرك إذا دخل في العبادة أفسدها الآن أنت تصلي وتحرص أنه ما يخرج من كريح لأنه إذا خرج من كريح أصبحت العبادة باطلة فكيف بالشرك إذا دخل يفسد العبادة وقد يفسد عليك كل العبادات إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى إذن هذا أصل الأصول خلقنا لهذا للإخلاص نخلص الدين لله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت عن أول المسلمين إذن أراد أن الإخلاص يقابل هنا الشرك الشرك الأصغر إذا مات عليه مخلط خلود أبدي في النار لا يعذب بقدر الشرك ثم يدخل الجنة وإذا مات على الأكبر مخلط خلود أبدي في النار تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه نعم نعم إذن هذا الأصل الأول الإخلاص وضد الإخلاص الشرك الثاني نعم اجتماع في الدين والنهي عن التفرق إذن عندنا الأصل الاجتماع وضده الفرقة لكن نجتمع كيف نجتمع على الذي اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضو الله عليهم الجماعة وفي رواية قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي نجتمع على رب واحد سبحانه وتعالى نبي واحد عليه الصلاة والسلام شريعة واحدة قبلة واحدة نعم صلوات كذا الإمام الآن عندما يصلي يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك الأصل يقول إياك أعبد هذا الأصل لأنه يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لماذا يقول إياك نعبد نعم قرآن ولا أحد يشك فيه الآية لكن لماذا هنا كانت الآية بالجمع حتى نجتمع كأنك تقول يا رب نجتمع على عبادتك ولا نفترق والإمام عندما يصلي بالناس يقول إياك نعبد نجتمع على عبادتك في هذه الصلوات خمس مرات في كل يوم وليلة وفي الجمعة وفي الأعيال واجتمع ناس الأقاليم كلها في الحج إذا لا بد أن نجتمع على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضو الله عليهم ولا نفترق افترق في الدين مذمو ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون وافترقت اليهود افترقت النصارى وستفترق هذه الأمة إخبار وتحذير من النبي صلى الله عليه وسلم إذا لا بد أن نجتمع هذا المخالف المخالف لأهل السنة والجماعة الصلاة والسلامة ماذا تصنع به؟ لا بد تناصحه لا بد نكثر ثوات أهل السنة تأتي به وتقول اتق الله ولا بد تكون معنا ما يصلح لا بد نزيد لا بد أن يزيد عدد أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هراقل سأل أبو سفيان رضي الله عنه عن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام رضو الله عليه قال هل يزيدون؟ ماذا قال؟ قال نعم يزيدون إذا كنا اليوم لا نزيد هذا معناه أنه عندنا خلل لا نسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد نزيد هذا المخالف تنظر إليه من جنبين تنظر إليه من جنبين اتق الله من جنب تحمد الله أن عافاك ومن جانب آخر تدعو لهذا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولا تترك عن الضلال له حق عندنا لكن بشرط أن تستطيع على أن تغير هذا ولا تتغير أما أننا يعني نتكلم على هذا بالغيبة أو بالنميمة أو بنقل الكلام أو بالسب أو بالنكت هذه ليست من الشريعة إذا إذا أردنا دعوة المخالفين أو الكلام عليهم لابد نسير على الطريقة السلفية فدعوة المخالفين كيف نتكلم معهم كيف ندعوهم من الذي يتكلم معهم الذي يستطيع أن يغير فيهم ولا تغير إذا لابد أن نجتمع كل اجتماع قاعدة كل اجتماع تراه في الظاهر اجتماعا وهو على غير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا في الحقيقة افتراق تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى الثالث السمع والطاعة عندنا السمع والطاعة وضده العصيان الخروج المظاهرات نعم السمع والطاعة لمن لولاة الأمر لكن عندنا قيد عند أهل السنة والجماعة سأل الله يجعلنمكم منه في غير معصية الله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ومرنا بالسمع والطاعة في غير معصية الله اخواننا المشكلة ان بعض الناس ينكر على المن من الفرق الذين ليس لديهم سمع والطاعة خوارج طيب خوارج الآن أول خروج في الإسلام كيف كان كان باللسان من 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 ذو الخويصرة ماذا قال قال اعدل يا محمد عليه الصلاة والسلام كلام حق اعدل كلام حق أريد به باطل إذن كلام الخوارج كلام حق في الظاهر لكن أريد به باطل تمام يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى لا يمكن أن يأتي خروج بالسيف إلا ويسبق هذا خروج باللسان تمام طيب أنت الآن إذا أطاعت في الأمور الصغيرة معنى هذا أنه لا يمكن أن تخرج الخروج الأكبر طيب يقطع الإشارة نعم يقطع الإشارة هذا خروج عن الطاعة الطاعة في المعروف وضعت الإشارة لماذا حفاظا على الأرواح وكذا ومصلحة فهو الآن بعض الناس يقول الخوارج عندهم ماذا عسيان صحيح طيب هذا عندما يقطع الإشارة شيء فشيء فشيء حتى تصل به إلى الخروج الأكبر يقطع الإشارة بعض الناس حتى يقول لهذا يقول اسمع الأوراق المطلوبة في استخراج القرض من الحكومة قرض المعماري أنا ما أعرف ما يسموه هنا قرض سهلة جدا الأوراق مكتب فلان يصنعها لك كاملة تقدمها للحكومة يعطوك القرض بعد أن نحول الأوراق هذا يأمر بالمنكر خروج خروج ليس كالخروج لكن هذا بداية الخروج تعود نفسك على السمع الطاعة قدر الاستطاعة كل واحد مننا لابد يكون له يكون يقع منه معاصي صح فبعض الناس يعصي ويأمر الناس كذلك بالمخالفة لا حاول قدر المستطاع على تعصي ركبت يوم من الأيام مع أخونا هاني والوهم ما أشين في الطريق كل السيارات تمشي من هذا الطريق كل السيارات تمشي عندنا من هذا الطريق والطريق من هنا طريقنا وهذا لم يدخل من هذا طريق يا أخي لماذا لم تدخل قال ما رأيت اللوحة قلت سبحان الله هذه السيارات كلها ما ترى اللوحة ممنوع الدخول موجود لوحة ممنوع الدخول قلت هذه السيارات كلها قال اسمع أنا لا يعنيني هؤلاء أنا يعنيني نفسي أنا حتى وإن كنت الآن أمشي وأخذ وقت وبنزين وكذا أنا أحتسب هذا لله علمني هؤلاء الخوارج أنا أريد تتنبه لهذا أنت إجابة صحيحة لا الخوارج ينظر إليك الآن أنت لو تعصي عسيان سقير قال هذا خروج خروج أصغر ما في مشكلة لكن ممكن يتبع خروج أكبر عود نفسك تخالف استغفر يمكن بعض الناس يعني لا يتصور أن قطع الإشارة في مخالفة وهل يشك في هذا أحد في مخالفة وأرواح الشيخ بن بازر رحمه الله تعالى يفتي أنه لو قطع إشارة ومات هذا حكم حكم المنتحد تعرض أرواح الآخرين للخطر أظن الله علم لا يوجد واحد مننا اللي قطع إشارة صحيح لا تقطع الإشارة وتأتي تقول والله أنا أقطع إشارة هذه دائما أو تقول لفلان عندنا حيلة تستطيع أن تتحايل على الإشارة دون أن عندنا ساهر يصيدك ساهر يقوله عندنا إذن لابد من الطاعة ليس الطاعة العمياء الطاعة في غير معصية الله لأن الناس انقسموا في هذا الباب في الطاعة إلى إفراط وتفريض منهم من يقول بالطاعة حتى في معصية الله ومنهم من يأتي بالعسيان نسلعى في السلام الخوارج ومنافقهم هذا الثالث الرابع نعم هذا الثالث ولا الرابع أعطونا الرابع طيب ها من اللي يقول من اللي يتكلم ما شو نعم ما هو الرابع أخوانا الرابع من أصول الستة ها الشخ الفرق بين العلم والعلماء الآن عندنا في هذه الأزمنة من العلماء جوجل تويتر يوتيوب صحيح والله حتى قال لي أحد الشباب قال الشيخ جوجل جوجل شيخ جوجل زنديق والله صدق جوجل زنديق لأنه تبغى من جوجل أسمعي تبغى الربا حلال أو حرام أبغى الربا هذا يقول أبغى الربا حرام يكتب الأدلة على تحريم الربا يخرج جوجل مليون دليل وفلان من الناس يريد الربا حلال يكتب لجوجل الأدلة على حل الربا يطلع مليون دليل ومليون قول وكتب ممكن تألف يبغى يسب من أي واحد يبغى يسبه مثلا من الصحابة من التابعين يكتب فقط في جوجل سب كذا كفر فلان اطلع مليون دليل مليون قول عندنا مثلا عندهم نعم يقول كفر من سب الصحابة يطلع ما شاء الله إذن زندق العلم والعلماء بيان العلم والعلماء هنا ضد هذا خلي هذا يترك الماء بس حتى ننتهي خمس دقائق الثاني من تشبه بهم ليس من العلماء كيف نعرف العالم كيف نعرف العالم من الجاهل كيف نعرف من تشبه بهؤلاء وليس منهم لأنه أمر خطير جدا إخواننا من تثق في دينه دينه وعلمه من تثق في دينه وعلمه هذا تأخذ بقولي وتختار أعلى ما يكون لأنك تجعل هذا حج بينك وبين الله وإذا تساوى عنده اثنان خير بينهما الآن هذا نصنعه في طب الأبدان مارض هذا يسأل الله سبحانه وتعالى وعافية يبحث عن ماذا عن أي طبيب لا ويأتي لمن لا قال أنا ما أريد أخصائي أخصائي لا ينفعني أنا أبغي استشاري قال هذا ولا استشاري والله بروفوسور طيب ذهب للبروفوسور وفحص وعطاه وصفة يأخذ الوصفة هذه روح للصيدلية اشتري الأدوية يشرب لا ما يشرب يفتح ويقرأ الموانع الاستعمال أو كذا المضار صحيح يقرأ كل شيء بعدين يستعمل أو لا يستعمل وقد يسأل وقد يذهب الطبيب ثاني وقد يذهب الطبيب ثالث صح في طب ماذا أبدان أما أما الشريعة طب القلوب قال ضعها في رسعالم واطلع منها سالم يسأل أي واحد حتى البواب ويأتيك بعض الناس يرسل لك اليوم رسائل طويلة جدا وبعدين يقول لك اشراك في هذا الكلام طب من أين أتيت به من أبليس من اليهود ممكن والله أو يأتيك يقول لك ايش حكو ايش صحة هذا الحديث من أين جئتني بهذا الحديث وليش تطالع هذا الحديث لماذا لا تطالع كتب أهل السنة تطالع لكتب أهل الضلال وترسل ليه هذه الأحاديث وبعدين يحققها من المحقق من جوجل محقق طلع يحققها جوجل جوجل تبقى الأحاديث صحيحة طلعها صحيحة تبقى ضعيفة طلعها ضعيفة خلنا كيف ترجع لجوجل كيف ترجع ليوتيوب يوتيوب البعض صحيح موقع موثوق ترجع إليه ما في شكاء أنا ما سمعت والله ما سمعت يوما من الأيام أن أحد تخرج من مدرسة جوجل طالب علم عالم تخرج أحد سمعت هذا لابد أخواننا لابد تطلب العلم كما طلب السلف مرام العلوم بغير الشيخ يضل عن السراط المستقيم ما يمكن تطلب العلم جوجل ولا يوتيوب هذا فقط تنشيط للأذهان بس لابد تجلس تأتي نعم بعده هذا ذكرنا هنا عندنا أولياء الرحمن وهنا عندنا الأولياء شيطان من كان مؤمنا تقية كان لله ولي ولا بد أن تفرق كما تفرق بين السماء والأرض نعم الأخير ترك القرآن والسنة طب إيش نأخذ قال لا ما يمكن أن نأخذ من القرآن والسنة لماذا لأنه قال بابا الاجتهاد أغلق بموت الأئمة الأربعة لكن هل معنى هذا أخواننا أننا نتجرأ على نصوص الكتاب والسنة نفسر على ما نحب لا أخواننا هؤلاء الأئمة أئمة أحمد الشيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم ابن باز ابن عثيمين الألباني هؤلاء أنا أعرف هذا عنهم هؤلاء يقول لا نتكلم بكلمة في آية أو في حديث لم نسبق إليها والله ابن عثيمين يقول في شرح كان يتكلم عن مسألة يقول احفظوا عني إذا هذا القول لم يقل به أحد فهو مردود في شرح حديث والله قال إذا هذا القول لم أسبق إليه ردوه وبعض الناس يقول في رقبتي فلان كافر حتى في رقبتي إيش في رقبتي أظن يحلف برقبتي يمكن حلف بغير الله أنا لا أعجري إذن لابد وسط لا تتجرأ وتفتي وعندنا كثير في هذه الأيام من يتكلم في الآيات والأحاديث بغير علم وينزل الآيات وحاديث على وقائع وحدث ولا حرج أرسل لي أحد الإخوة الحمد لله جاءنا الغيث والربيع ما شاء الله عندنا فواحد أرسل لي رسالة قال خلاص لا تقوم الساعة حتى تعود الجزيرة مروجا وأنهارا هو إيش يريد هو يريد يكفر السلطان أنا قلت له يا أخي إذا هذا من علامات الساعة ما المفروض أن تصنع تلتج إلى الله تأتي بالأحاديث التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم صح؟ أي نعم ليس لك علاقة لا بسلطان ولا بغيره تقوم الساعة إيش تصنع تقوم الساعة تبحث عن السلطان هذه مشكلة فإذن أخواننا هذه المسألة مسألة مهمة جدا كل يفهم على رأيه لا طريقة السلفية كتاب وسنة على فهم السلف الصالح فإذا وجدت عالم يعطيك الكتاب والسنة فهم السلف الصالح خذ به الأئمة الأربع يا أخواننا لا يمكننا تطاول عليهم على الأئمة الأربعة من أين أخذوا؟ من كتاب السنة هؤلاء ماذا قالوا عنهم؟ قالوا هم أئمة أهل السنة والجماعة عندنا إما إفراط أو تفريق إما أن يسب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى مثلا أو يقول أصاب أبو حنيفة أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم لا وجد وسط إذن لابد أن لا تأخذ ولا تستفتي إلا من تثق في دينه وعلمه أعلى من يكون أما يجي واحد يستفتيني أنا هذا مجنون والله وأحدث ولا حرج يا رجل من أمات الآن كنا تكلم في القديم اتصل بي واحد وقال عندي رؤية قلت يا أخوة أخي والله أنا إذا كان واحد صاحي وقال لي عن شيء ما أفتي كيف وهو نايم ما ليسني علاقة فبدأت رؤى وقال رأينا كذا ورأيت كذا وكذا مشكلة هذه تلاعب بهم الشيطان أخوة أخوة هذه مساعل مهمة أصول ستة أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن تتنبه لهذه الأصول الستة المشكلة كل المشكلة أنه الغالب يظن كما كان يقول الشيخ الباني رحمه الله يظن من نفسه يا أرض اشتدي ما عليك قدي والله يظن أن ما شاء الله هو الإمام هو العالم أسد المنابر الخطيب المسقع المحقق العالم المحرر الرباني والله وهذا ما يصنع الأئمة أصلا لأن الإنسان كل ما يتعلم يتوابع صحيح قد تقول وأنت متصدر الآن وش يصنع طيب مضطر لكن هل نتجرأ ننقل العلم الذي تعلمناه أما أفتي في رقاب وناس في الخروج في تكفير نعم والبعض يكفر بالجملة يقول أهل الكويت كذا مثلا أهل السعودية كذا لا أعلم يقول واحد يقول لا أعلم على وجه الأرض مؤمن إلا أنا وفلان وبعد اللحظات حتكفر نفسه